موسيقى السلام عليكم أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة المرابطون نبدأها بالعنام شرطة الجرامي الاقتصادية والمالية في موريتانيا تستجويب بنت الميدا حول تصويت مجلس السيوخ وتسريبات والغدة تساقطات مطرية في نواكشوت تخلف بركن ومستنقعات ببعض الشوارع الرئيسة بالعاصمة وسط دعوات بتوفير صرف صحي انطلاق حملة في نواكشوت للحد من حوادث السير تحسس السائقين حول مخاطر الإفراط في السرعة أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة استدعت شرطة الجرامي الاقتصادية والمالية عضو مجلس السيوخ الموريتاني المعلومة الميداح حيث أخضعتها لاستجواب وقالت ميداح في تصريح لقناة المرابطون أن الشرطة استجوبتها حول تصويت مجلس السيوخ ضد تعديل الدستوري وتسريبات عضو مجلس السيوخ المعتقل حاليا المحمد والغدة فعلا استدعوني مع الصباح شرطة مكافحة عادة على مكافحة الجرائم الاقتصادية وهذه منين عيطولي سبلوني بعض القدر من الأسئلة فيهم مثلا الزرق فعلاً للنشيوخ من الفن التي تحدثت معها وشي خلق مصادره لقى السريبات عنها ولموغروا انه يخلق الكلمان وفضيه على مده اللي يتحدث عنها تلك المليون لقد فهمت منه أنه عندما قلت عن هذه مادة تلوّد في حلقة فارغة هذا هو الذي فهمت منه وفي الحقيقة هو ذقع كامل الذي ينذكر لا يلاحق سنشي يقدر ينفق به وقالت بنت الميداح أن تغيير العلم والدستور ينبغي أن يتم في ظل إجماعي وطني مضيفة أن الشعب الموريتاني ضد التعديلات والشيوخ لا يزالون شيوخاً والعلم لا يزال كما هو أقل ذلك أحد يقير علم مدة وقير دستورها ومسرواياتها لا يريد أن نعود تحت ظل إجماع لا يريد أن تعود قضية مقبوض الهرقاج والله هنا يتعارف أنا معهم والله يتفاهمين على ما يتم تلوّد هذا ليس بذيء الحال أقل ذلك محمل عبد العزيز يريد أن يظهر له وبان له عن الشعب الموريتاني كامل العلق تدعوا عنه واقف ضد هذه التعديلات وعنه ما هو معها وعنها ما نشأت أبدأ ما نشأت تعديلات ما نشأت الشعب الموريتاني ما زرق شيوخ ما زالوا شيوخ دستور ما زال دستور الراية الموريتانية ما زالت الراية الخضرة هذا الخطوط الحمر اللي جايين من عند قوميات وجايين من عند عملاء المصارى القديمين اللي كانوا يعظمهم ميديات نحن مميبين عن ملاهم رأيتنا قال الأمين العام للكونفدرالية العام لعمال موريتاني عبدالله والمحمد الملقى بالنهاي أن شرطة الجرام الاقتصادية والمالية استجوبته حول مصادر تمويل المنظمة وما إذا كانت ستبقى تتلقى تمويلات من جهة خارجية وأضاف أنها في تصريح لقناة المرابطون أن شرطة استجوبته كذلك حول علاقته برجل الأعمال الموريتاني محمد والبو عمات نلوي أن نسمع لأنه هارف مصطرة عندهم وأنهم يختاروا يساولوني عن ذاك يتلمونه يتفضلوا ولا أنت لا يساولوني عن مصادر تمويل المنظمة والذي يدخلها كانوا كافية المصادر تمويلها محبدين هالنصوص والذي يدخلها كانوا كافية ولما عندما نردين عليه به اللي ما يعنيه ولها عن تحدي الحق للطلع عليه مهما هيعات المنظمة ساولوني كان فهم شيئا شخصي خاصة تأطيني لفوء خطتهم عن ضفع لأنهم يدخلون في حياتي الخاصة قالوا لأنهم متؤهم بالراشوة قالوا لأني الي راشيني وشي هاللي راشيتني ولاش مرتش قالوا إنتي خلصة كلي الدباق قالوا إنا ما حق قالوا إنتي عرفتوا الدباق قالوا إلي شي نعرف بطارة شطار علاقاتي مهنية كهضوفة مؤسسة معينة سولوني عن علاقاتي والمعامبات وانت عرفتوا قلت لني عرفتوني السائل عاد رئيس رباب العمل شنه العلاقة اللي بيني معاه قالوا علاقة ارتبطت معاه بعلاقة صحبة ومعارفة قالوا لي شنه تطوريك العلاقات اللي بينتكم قلت لديك مسائل الشخصي اللي داخل في بت كانوا عياطين الفضاء قلت لني أنا يعبين علاقاتي ماني بيني عن الفضاء اعتبر نها في تصريحه لقناة المرابطون أن ما حصل يعد استهدافا واضحا للمنظمة مضيفا أن مثل هذه التصرفات يشوه سمعة البلد استهداف واضح للمنظمة اللي قضية السؤال عن أموال المنظمة ومصادر تمويل هذا القانون حامي ولا أسامح به هو وله وقع كبار من قدو ما شافه في نوع من البذخ والروايات وعدون في تل انتباه منظمة كيف تهي المنظمات كاملة شاب رغال إذن ما واضح أنه ذا اللي ذا اللي وراح هذا ذا هو وظاهر لقراعتي أنا الشخصية هو علنه بالإضافة لإستهداف المنظمة علنه نوع من من تطماص وفوضعية نظام ما هو عارف ذا اللي لا يعطلوه وشنوه العاد يعتبرنا كجزء من المنتداون ونوع من الاستهداف السياسي ظهر لعلنه في الحقيقة خطة خطة ما هي ما هي ما هي قبال موفقة به اللي لا عاد جاي في قضية تمويلات البعامات ما ظهر لإننا قاعب البعامات عنوا دولة أجنبية وعاقباك حنا كمونا ضمن يقابية قاعب ما نستموح نونا شبروا فضات فضات دول الأجنبية وذل قانون سامح النبي ولا فهم التقبال للمريد من هذا على كل حال بعد ما يزيد البلد يكون قدر من التوتر وشوه سمعة البلد أكثر قال الأمين العام للكمفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري والبي إن شرطة استجوبته مساء أمس حول مصادر دخل الكنفدرالية والجهات الممولة لها وعلاقة الكنفدرالية بجهة التمويل الوطنية والخارجية وضفوا البي في تصريح لقناة المرابطون أن شرطة وجهت له سؤالا حول علاقته بولبو عماتو وما إذا كانت الكنفدرالية تواجه مشاكل مهلية كان مهران يتمحوا على حول مصادر دخل الكنفدرالية الحرة لأمال موريتان اللي طبعا ترأس وشن هي الجهات اللي مهران ممويلة وشن هما علاقاتنا مع مهران جهات مهران الممويلة لمستوى الوطني وأيضا لمستوى مهران الخارجي طبعا الجوبة كانت دقيقة واضحة إحنا مواردنا كما قلت لشرطة يامس من شققين الأول هما مشاركات الأضاء ثانية هو مهران الشراكة اللي عندنا مع بعض المنظمات النقابية الدولية وقال والبي إن الشرطة توجهت له سؤالا حول ما إذا كانت الكنفدرالية تعاني مشاكل مالية مضيفا أنه أوضح لهم أن الكنفدرالية تعاني مشاكل على مستوى تأجر المقر وتسديد رواتب العمال المتأخرة منذ خمسة أشهر سولونا كان عندنا مشاكل في المنظمة اليوم من ناحية المادية قلت لهم أنه فعلا عندنا مشاكل بعض فيها تأخير خلاصات مهران المقر ست شهر مساءلونا والأمال اللي هم خمسة شهر ما خلصوا ومقطوع عنا الضو ومقطوع عنا الماء للوغرة كهرة شهر إذن عنا مشاكلنا خالقة ويعا التخليق بشيذي الحدة اللي هي الملف ما قالونا عنه شي كانوا نقفال الله ما زالي غير أنا ظاهر لي عنه ما هو مهم بشكل هذا بهالي ذالي لو دولهم إحنا ما نملا يراه فينا بهالي ما عندنا علاقات مشبوهة ولا عندنا رواية مهرانا تقد تنطرح أنها مادية عنها مهرانا تقد تشيب مهرانا حالنا استنكر صحفيون موريتانيون ما اسمه محاولات السلطات العمومية تسلط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين ووضع حد لحرياتهم وعبر الصحفيون في بيان أصدروه عقب استجواب الأمن السياسي لأربعة من زملائهم استنكارهم لما وصفوه تصرفات التي تبرهن على تراجع الحريات الفردية وتناقض الخطاب الرسمي الذي يتباهى بالدفاع عن مبادئ الديمقراطية وطالب موقع البيان السلطات بالوقوف الفوري لهذه الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية كما عبروا عن رفضهم استخدام الأحداث السياسية لتصفية الحسابات على حد تعبير هذا البيان قال المدير الناشر لصحيفة موري ويب الناطق باللغة الفرنسية جدا ولدد أن شرطتها طلبت منه الحضور إلى الإدارة العامة للتحقيق في قضايا تعني الأمن الوطني وإنه خضع لاستجواب حول بعض العلاقات الشخصية يوم الجمعة وأنا عايد من مدينة نواريبو اتصل بي مفوض من الشرطة وطلب مني المجيء إلى الإدارة العامة للأمن بخصوص ما قيل أنه تحقيق في مسائل عني تعني الأمن الوطني وفور وصولي المدينة اتصلت بهم وذهبت إلى الإدارة العامة وهناك استجوابني طاق من الإدارة العامة حول ظروف يعني علاقات شخصية وشي من هذا القبيل وبناسبة عنها يعني مسألة ضورة تحقيق لا يمكنني أن تكلمي بدقة عن محتوى المقابلة بالعموم كانت يعني ظروف جد عادية وقال ولديد في تصريح لقناة المرابطون إن هذا الاستجواب للصحفيين يمكن اعتباره استهدافا لبعض الصحفيين الذين لهم علاقات ببعض الفرقاء وإنها محاولة من النظام لإسكاة بعض الأصوات التي تنتقد العمل الحكومي هذا كامل من إذا جعلناه في إطاره يعني ما بعد الاستفتاء والمشاكل السياسية التي عقبت هذا الاستفتاء يمكن أن يقال أنه استهداف بعض الصحفيين لعلاقات شخصية مع بعض الفرقاء والتي يعني تعكس شيئا ما محاولة النظام لإسكاة الأفواه التي تنتقد العمل الحكومي إلى مضوع المنفصل شجب لفيف من المحامين المتعهدين للدفاع عن السناتور محمد الغد بشدة ما اسمه التغييب القسري للسناتور بما يمثله من خرق للحصانة المنصوص عليها في المادة خمسين من الدستور وقال أعضاء اللفيف بيانة نصره إنهم أبلغوا وكلا الجمهورية لدى محكمة نوكشوت الغربية أن مدة الحراسة النورية لموكله من قضت دون أن يطلق صراحة صراحة هو أن يمثل أمام قاض كما يستدعي ذلك القانون وعبر أعضاء اللفيف عن الأسف لما سموه سكوت الألية الوطنية للوقاية من التعذيب عن ما وصفوها الظروف القاسية التي يجري فيها التحقيق معه الغد حيث حرم النوم أثناء استجواب الدرك له إلى شأن منفصل حيث شهدت العاصمة نوكشوت تساقطات مطرية خلفت بركا ومستنقعات ببعض الشوارع الرئيسة في المدينة وجدد عدد من المواطنين دعوة للسلطات الموريتانية بضررة توفير صرف صحي منتقدين تجمع المياه في الشوارع وتأثيرها على حركة المواطنين نتابع أقلعت سماء وكشوت لكن الأرض لم تبلع ماءها فاستحالت بذلك بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة إلى برك ومستنقعات تجد معها السيارات والمارة صعوبة في المرور ومع كل تساقطات مطرية تتجدد مطالب سكان العاصمة نوكشوت بضررة توفير صرف صحي يقي من تجمع المياه في الشوارع ومن إعاقة الحركة هذا المشهد له نحن موزن عنده زين عندك أن نعود صحي قوي هذا صرف صحي هذا قدرنا قوي وعنده صرف صحي قوي عود شبه من هذا شوي وهذا ما تريق عاصمة كيف عاصمة نحن الحمد لله عادت لباس به ويا الله تم جيه مزال في الوقت جو السلطات مزال الوقت قلوا عن هذا المده عاد من ضررين من المواطنين وحركة السيارات حركة مرورة ضرت منه وراء نشاكل مولي الجهات المعنية وقد أبدأ بعض المواطنين مخاوفه من أن تتحول العاصمة التي يربو عمرها على الخمسة عقود إلى مدينة منكوبة داعين وزارة المياه والصرف الصحي بوصفها الجهة المعنية إلى إيجاد حلول جذرية لمياه الأمطار طالبي من هذا اللي قال وزارة المياه والصرف الصحي أنا تعد وزارة الصرف الصحي حقيقي ما تعد المواطنين منكوبة ولا تنقل هذا ما قدل عند الله يقوله الصورة أبلغ من الكلام يا الله يعدلوا بالنسبة يا الله يعدلوا مجاري هذا يمشي بيهم يمشي بالمعانة الناس ما يعود طرق معطلة بها الم وتعدي أخوه هذا الحال المعروف صهاريج تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي كانت حاضرة حيث جابت الشوارع الرئيسية في العاصمة لشفط المياه المتجمعة بها حلول يعتبرها البعض بداية ويقول إن الحل النهائي يكمن في توفير صرف صحي وهو ما تعيد السلطات الرسمية بأن يجد طريقه إلى التنفيذ بعد أن تجاوز مرحلة التصور والتخطيطة وفي انتظار تحقيق ذلك تتكرر معاناة نواكشوت وساكنتها مع كل تهاطل للأمطار وتعيد ذات المشاهد نفسها أطلقت مبادرة معا للحد من حوادث سير حملة في نواكشوت للتحسيس بمخاطر حوادث سير في البلاد وتشمل الحملة تحسيس السائقين باحترام قوانين المرور وعدم الإفراط في السرعة وقال القائمون على الحملة أنها ستشمل نقاط مختلفة في العاصمة نواكشوت خصوصا وستتضمن توزيع ملصقات ومنشورات لغرض التوعية إن شاء الله لا ينعيد فيه نفس مثل النشاطات التحسيسية هي مخاطبة السائقين مباشرة مخاطبة الركاب مباشرة تحذيرهم من السرعة يعطيهم توصيات بعلنهم على السائق أساسا بعلنهم يحافظ على احترام قوانين المرور وأولها احترام السرعة وأيضا للركاب يعطيهم من السائق يجاوز قوانين ويجاوز السرعة لأنهم ميالتهم يخلوه يخاطر بحياتهم هذه عندنا الوسائل المخاطبة المباشرة عندنا أيضا أوراق ملصقات لأننا حاولوا نوزعوها وشاكرين الشباب كاملين الذين يشاركوا معنا في هذه الحملة أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفريق مرسوما تضمن استعالة الهيئة الناخبة لاختيار المجالس الشعبية البلدية والولائية وحدد المرسوم الثالث والعشرين نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التي ستتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاشرافة على سيرها منذ استدعاء الهيئة الناخبة وحتى الإعلان عن النتائج تفاصيل أوفا نتابعها في هذا التقرير أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفريق مرسوما تضمن استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تقرر إجراؤها في الثالث والعشرين نوفمبر المقبل حسب بيان لرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية ونص المرسوم الرئاسي على الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء الثلاثين أغسطس وإلى غادة الثالث عشر سبتمبر القادم وتجري انتخابات المجالس الشعبية المحلية الجزائرية في 1541 بلدية و48 ولاية كل خمس سنوات وتعد الانتخابات المحلية الحالية ثانية تجربة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر بعد إشرافها على الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع مايو الماضي وهي التجربة التي وصفها وزير الداخلية والجماعات المحلية حينها بالناجحة وسمحت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور الجزائري المعدل لعام 2016 بإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من خلال استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كلفت بالإشراف على سير العملية من استدعاء الهيئة الناخبة وحتى الإعلان عن النتائج وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي قد أكد أن الدستور يمثل أكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة في عام 2017 كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مستقلة في كامل عملها ولس لها علاقة بالإدارة مبرزا أن دور وزارته سينحصل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة وتتوزع المقاعد بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها إلى هنا مشاهدنا الكرام نضع نقطة نهاية هذه النشرة وقد تابعتم في أبرز عنه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا تستجوب بنت الميدا حول تصويت مجلس الشيوخ وتسريبات محمد والغدا تساقطات مطرية في نواكشوت تخلف بركن ومستنقعات ببعض الشوارع الرئيسة بالعاصمة وسط دعوات بتوفير صرف صحي انطلاق حملة في نواكشوت للحد من حوادث السير تحسس السائقين حول مخاطر الإفراط في السرعة يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحاتي على الفيس بوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة